لقي العشرات من عناصر مليشي الحوثي مصرعهم مؤسي وآخرون بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غربية مأرب وآفادت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت في عدة جبهات غربية مأرب إثر محاولات تسلل حوثية إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت لها ودارت على إثرها معارك عنيفة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر مليشي الحوثي وتزامنت المواجهات مع استهداف مدفعية الجيش تجمعات لمليشيا الحوثي في جبهات الصرواح ما ضاعف من تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد